لايف سكيلز افيك خليل بوزيان لايف سكيلز على على اساس بيش نحكيو على الالالالتاق متعنا والقدورات متعنا والحاجات هي للنجموناميه فيا لحياتنا تكون اسهل ديما نبدأوا منطلق اللحظة الانية والاحساس متعنا لازموا يكون في حالة فرح ونجاح حانبديو بوصي تاسيواتي العادة التي تقول undergo اترغان يفو دابور اترغبا لهملت تي اتراف어 حالية بهي وين العليق متعع التواضع بالنجاح ولا بالسالة كيما قولو لايف سكيلز ترساش improves احنا دائما قولو الكومبتنس المهمة رقم واحد هي الواعي بالذات الكومبتنس المهمة رقم ثنين هي معرفة الذات هذي الكل كان ما فيهش تواضع انتي ما تتحتش في الثنية متاع تكتشف نفسك كان انسان يشوف روحه كامل السفات ما حاولش يقدم وينجح ويحسن من نفسه وما كثرهم في مجتمعنا الكلنا انا وانتي انكلو درجات طبعا طبعا بالتبيع في كلها درجات ولكن مهم جدا باش الانسان يكون متواضع ويعرف اللي راهو غالما مانيش مانيش في وضعية باش نكونوا متكبرين كي ما تقول باش تحب تكون كبير انتي ابدا الساعة صغير ابدا افهم وكون واعي بالقدرات متاعك وكون واعي بالعالم متاعك وكون واعي بالنقائص متاعك خاصة وعلى سبيل المثال قلتك باش نحكيه على كورة القدم باش ناخدوه كمون طلق مش باش نحكيه على كورة القدم ولا باش نحكيه على تحليل بوكس نعم مش هذا المهم ما يعنينيش الشي داي اللي يعنيني هو احنا انتباعنا برابور اللي صار في كأس افريقي هذية برابور لانتظاراتنا و برابور للوعي متاعنا متاع الشي الموجود في تونس ما هيش بلاد كورة القدم خلينيقول ما عادش بلاد كورة القدم وهذا اللي مش متوافق معايا في الكلم هذا يراجع النظر في الوضعية متاع البلاد ما هيش بلاد كورة القدم بعيد علينا كورة القدم شوفوا افريقيا وهذه egy كلمة قاعدом تعاود و افريقيا تقدمت في كورة القدم blas مش افريقيا تقدمت في كورة القدم احنا واخرنا احنا ما عادش عنا تيرانيت احنا ما عادش عنا في رقم تعكورة احنا ما عادش عنا مدربين احنا ما عادش عناش جقوني حط كورة في الشابك سهل في تونس مفاميشا تكن كيفاش انت بلاد كاملة حد ما ينجح بيحط كورة في الشابك ونتمعه ونش نمشي هو الكوب Consuel ونطمعه مش مشيو الكوبدافريك ونطمعه في حاجة هذا يدل على حاجة التكبر وهذا راه وتقيس عليه على كل شي على معرفتنا ومعارفنا العلمية على تقدمنا التكنولوجيا على الديجيتاليزازون في تونس فما الكثير من التكبر في كل شي إنسان في تونس يعرف كل شي يفهم في الكرة يفهم في الطب يفهم في المحلية يفهم في السياسة يفهم في الاقتصاد سبحان الله موسوعات تمشي على أرض ولكن الواقع يعكس عكس هذا الواقع يعكس حاجة بعيدة كل البعد على تصورات تصورات محلما لا تحكوا سألني سؤال حاب نسألك سؤال باهي كيفاش نرجع للتواضع وإحنا ديجا معنا درجات كبيرة معنا في اللا تواضع أول حاجة لازمنا كما قلت لك يصير لنا وعي عملية وعي خلنفهم أحنا وين من العالم كيفاش نفهم والله العديد كيفاش نفهم مروح نعطينا الحل فما كلمة يقولها بودال الحبيب العزيز يقول لك سكينو سابخن پا دان لبلزير سابخن دان لسوفرانس اللي ما تتعلموش انتي على الراحة رك بش تتعلم وقت الازمات وقتيش وقت الازمات وقت ما عادتش فاما خبز وقت ما عادتش فاما ما وانا ها الفين واربع عشر تقوم الصباح ما تلقاش ماه في جانفي راهو فما انسان فاشل في 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 التركيبة متاع الادارة فما انسان ما تقامش بالعمل المتاعو وهل هل 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 العملية متاع ما تقومش بالعمل وتمسح سقيك في الاخرين هذاك عليش قلتك نحكيه وعلى على البلاغ متاع الجامعة معناها راهو سريالية يعني البارح نقرأ ساعة البلاغ في الليل ولي كومنترات مسكرين معنا الرئاسة الباجة متاع الرئاسة تخليك تعلق وتعبر الرئاسة الجامعة الوطنية ما عندك شحقت ما تجنو كريتيك با هذي كيفاش نرجو للتواضح كيفاش نرجو للتواضح في دقيقة في دقيقة نرجو نرجو على الانفسنا نحاولو نقيمو قدراتنا معناها وهذي راهو مش نرجو للتواضح التواضح هو بداية الطريق لازمك انتي تكون مقتنع باش تكون متواضح معناها مش تتكبر عن الناس ورهو التواضح هو اداة النجاح في كل شي يخليك تنجم تتعامل مع الناس يخليك تنجم تقبل الناس على اختلافاتهم تخليك تنجم تحط الفرضية متاع الفشل في اللي انتي تعمل فيه خطر انسان راهو بش يمشي في طريق مهما كان الطريق يحب يسلكو راهو في الفشل الاول بش يصير انا صار درميزة نكمل ولا نقف وصعب حاجة صعيبة انه نقوله روحنا معتا كل احد يقوله روحوا اللي هو فشل في حاجة ولا تعب ولا معش ينجم ولا خلي بلسته لشكون معتا هذي اذي الصعيب فينا معتا القرار هذي كالي هو هو أصعب معتا الفشل هنا احنا نكملو فيه للاخر بش ما تقولش لي انتي غالط وانعاندو فيه وحتى نوسو نجيبو في ودو فيه فيه يورجون كلوب البارح معتا المدرك على ليفر بول اعلى اللي هو بش يخرج من ليفر بول خاطره تعب قالك ما عاشوا عندي ما نقدم وصل ما رحنا ما عاشوا عندي ما نقدم شعوب متقدمة شعوب متقدمة يعني فما فما صديق حاجة صارت مع دكتور دري دكتور دري ناس كل يعرفوه شكون الانسان هذية هو اللي خلق سنوب دوغ وخلق امينام وخلق 50 سنت ومن اكبر المنجين في العالم انتع الموزيكا كي صارت بوسيبليتي بش يعمل اغناية مع ستيفي واندر ومايكل جاكسون وبرينس استحى استحى قال انا ما نجمش نقود الانسان ستيفي واندر يحط يديه عالبيانو وانا نقوله ليه بدل النوت هذيكا افهم رهو وفي تونس تشوف الربارات في تونس اسمع الكلمات اسمع الكلمات يعني رهو حاجة سريالية يعيشوا في بلاد اخرى مش معانا اللي دي عملوا فيه كان جاو بالرسمي يعملوا فيه رهي البلاد متقدمة ومزدهرة وهذي الكل رهو حاجة عامة في المجتمع اول حاجة اللي اللي اجابة على سؤالك لازمنا نخزره لرواحنا في المراية خاطر قاعدين دان لدني رافضين الواقع متاعنا وقاعدين كل مرة نحاول ونعملوا حاجات اللي هي خارجة على طاقتنا اللي هي خارجة على قدراتنا وكل مرة هذي شي يبعث فيك يبعث فيك الاحساس بالفشل ويبعث فيك الاحساس بالتوتر وهذا ينعكس على عائلتك وينعكس على المجتمع عمتاعنا وهذا يخليك الريزولتات هي البلاد اللي نحيشو فيها كثرنا متواضع خليبه زين ان شاء الله بارك الله فيك شكرا لك تتسويت عليكم موعد مع الأخبار أخبار الثمانية ونوص بعدها الأخبار الرياضية في انتظار